اشهد سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مسشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والممتدة لأكثر من مائتي عام على أسس وطيدة من الثقة والاحترام المتبادل وشراكة الاستراتيجية في حفظ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب واستعرض سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدى لقائه في العاصمة البريطانية لندن الجنرال السير مارك كارلتون سميث رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة المتحدة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الدفاع بما يخدم المصالح المشتركة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وأكد سموه حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله على توطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة مع المملكة المتحدة في المجالات كافة مثمنا جهود الجنرال السير مارك كارلتون سميث رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية في تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين حضر اللقاء معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر